بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه مادة الثقافة الإسلامية 112 سلم نبدأ أول المحاضرات في هذه المادة بالتعريف بالنظام السياسي والسياسة الشرعية تهدف هذه المحاضرة إلى بيان النظام السياسي والسياسة الشرعية وأيضا أنواع السياسة والفرق بين هذه الأنواع ضوابط العمل بالأنظمة التي تستحدث ضمن أو داخل أو تحت إطار السياسة الشرعية نبدأ بالتعريف بالنظام السياسي والسياسة الشرعية أولا النظام في اللغة يعني الخيط الذي ينظم به اللؤلو أو ينظم به أي شيء آخر فكل شيء ينظم أمورا يسمى نظام ونظام كل أمر ملاكه وكل شيء إن قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته وإذا نظرنا إلى النظام السياسي بالنظر إلى اللفظ فنجد أنه مجموعة من الخطوات أو الإجراءات المتناسقة مع بعضها والتي يضم بعضها إلى بعض ومن خلال هذه الخطوات والإجراءات يتم تدبير الأمور وتسيرها بطريقة صحيحة صالحة هذا بالنظر إلى تعريف النظام السياسي بالنظر إلى لفظه لكن بالنظر إلى أنه لقب على كيفية حكم الدولة فيختلف الأمر فيعني النظام السياسي بمفهومه كلقب على حكم الدولة هو مجموعة الأحكام وما ينتج عنها من هيئات أو مؤسسات وتنظيمات متعلقة بالدولة الإسلامية من حيث إقامة الدولة وإدارتها والمحافظة عليها وتحقيق غاياتها هذا هو التعريف بالنظام السياسي كمصطلح لبيان حكم الدولة إذن مجموعة الأحكام هي القوانين وما ينتج عن هذه القوانين من وزارات أو هيئات أو مؤسسات قوله في التعريف من حيث إقامة الدولة يدخل في إقامة الدولة تنصيب الخليفة أو الإمام الرئيس أو الملك ويتحدث عن ذلك من حيث حكم توليه لمنصب الخلافة أو الإمارة أو كون والي على المسلمين وكذلك الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه والواجبات التي منوطة به والحقوق التي عليه أو له من الرعية وأيضا كيفية اختيار هذا الحاكم هل يكون بالانتخابات أو يكون بالاختيار المباشر أو يكون باختيار أهل الحل والعقد وصفات من يختارونه هل عامة الناس أم أهل الحل والعقد في الأمة وكذلك كيفية انتقال السلطات وما هي موجبات هذا الانتقال وما هي حدود وصلاحيات هذا الحاكم أو الخليفة أو الملك إذن كل هذه تدخل تحت إقامة الدولة الواردة في التعريف كما يدخل كذلك في ما ورد في التعريف في قولة وفي إدارتها يدخل تحت إدارة الدولة والحكام المتعلقة بالسلطة من حيث أنواعها سلطة تنفيذية تشريعية قضائية وكذلك مصادر هذه السلطات وكذلك القيود التي ترد على هذه السلطات وبيان أحكام الوزارة والولاية وتقسيم البلد إلى محافظات أو إلى مناطق وإنشاء المرافق العامة في البلد وبيان أحكام الشورى وبيان صفات من يتولون المناصب العامة في الدولة وشروط هذه المناصب وكذلك يدخل في هذا في إدارة الدولة وضع غير المسلمين في الدولة الإسلامية كالذم والمستأمن وغيرهم ممن يستأمنون أو ينضمون أو يدخلون في الدولة الإسلامية سواء أن يكونوا مستأجرين أو تجار أو لعلاج أو لهم مصالح أخرى فهذا أيضا يدخل هذا في قوله في التعريف وإدارة الدولة كذلك يدخل في قوله في التعريف المحافظة على الدولة وتحقيق غياتها وأهدافها يدخل في ذلك الأحكام المتعلقة بتنمية الدولة من الناحية العمرانية وبيان حقوق الرعية على الحاكم وما ينبغي أيضا أن تقوم به الرعية للحاكم وكذلك يدخل فيه الأمن الاجتماعي أمن المجتمع سواء كان أمن الدولة من العدو الخارجي أو أمنها من العدو الداخلي وكذلك الحفاظ على الأداب والأخلاق بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر وذلك بالدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن وكذلك نصب القضاء وإقامة الحدود والشرائع وكذلك الرقابة على أجهزة الدولة والمتابعة كما يدخل في ذلك في المحافظة على الدولة وتحقيقاتها يدخل في ذلك أحكام العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى وكل ذلك يتضافر معا ليكون وحده هي النظام السياسي الإسلامي بكل متعلقاته وكل اختصاصاته فهذا هو شرح مبسط للمفهوم النظام السياسي كمصطلح للحكم أو حكم الدولة تعريف السياسة السياسة عرفت لغة بأنها القيام على شيء بما يصلحه واصطلاحا القيام على شؤون الرعية من قبل ولاتها بما يصلحها ووضع الترتيبات الإدارية والنظامية التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية وجلب الملاف علىهم ودفع المظار عنهم في جميع جوانب الحياة المختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها من جوانب الحياة المختلفة وفق الشرع وقواعده هذا هو تعريف السياسة الشرعية أنواع السياسة الشرعية طبعا تنقسم إلى نوعين النوع الأول السياسة العقلية السياسة العقلية هي التي يكون تدبير مصالح العباد فيها موقولا إلى العقل البشري وتسمى أيضا بالسياسة المدنية وهذا الذي تقوم على الذين يقومون على إنشاء وإنجاد الأنظمة الوضعية التي يحكمون بها البلاد والتي مرد هذه الأنظمة الوضعية إلى العقل البشري واجتهادات العقل البشري السياسة الشرعية هي التي يكون تدبير العباد ومصالح العباد فيها بمقتضى النصوص الشرعية وبما دلت عليه وأرشدت إليه وبما استنبطه أهل الحل والعقد والمجتهدون من النصوص ومن القواعد العامة ومن مقاصة الشريعة بحيث يمكن أن يوجد أنظمة داخل هذه المنظومة الشرعية بما لا يخالف نص أو قاعدة فيكون ضمن السياسة الشرعية إذن السياسة العقلية تدبير مصالح العباد فيها للعقل فقط وسياسة شرعية تدبير مصالح العباد فيها يكون بمقتضى النصوص الشرعية وبما دلت عليه ويقول للعقل أيضا فيه مدخل أنه يستطيع أن يجتهد العقل البشري بإيجاد أنظمة وقواعد وتشريعات لكنها داخل دائرة السياسة الشرعية والقواعد والنصوص الشرعية ما الفرق بين السياسة العقلية والسياسة الشرعية والسياسة الشرعية هناك فروق كثيرة لكن اختصرها في عدة فروق الفرق الأول أن السياسة العقلية قائمة على العقل فقط وهذه يغلب عليها الأهواء والقصور في العقل البشري مما يؤدي ذلك إلى الجور وعدم العدل وأن المشرع في هذا التشريع العقلي قد يجنح إلى ما يحقق أهواءه ومصالحه بخلاف السياسة الشرعية فإنها تقوم على النصوص الشرعية فلا مجال للأهواء ولا مجال للمصالح الشخصية ولذلك تقوم على العدل الفرق الثاني أن السياسة القائمة على العقل تفتقد إلى الربط بين أمر الدنيا والآخرة وإنما تقوم هذه السياسات على ما يصلح الجانب الدنيوي فقط وتتجاهل العقاب الأخروي لمن تجاوز أو ظلم أو طغى أو اعتدأ على موال الناس فهذا إذا فلت من العقاب الدنيوي فهذه السياسة لا تنظر إلى العقاب الأخروي بخلاف السياسة القائمة على الشرع فإنها تربط بين أمور الدنيا وأمور الآخرة وبهذا لا يفعل من يقوم على السياسة الشرعية ومن يقوم بالسياسة الشرعية لا يفعل أمورا يعاقب عليها في الآخرة حتى وإن فلت منها في الدنيا السؤال للبحث ما العلاقة بين النظام السياسي الإسلامي والسياسة الشرعية هذا يترك للبحث وإيقاد الهمم لإيجاد الجواب على هذا السؤال آخر فقرة ما هي الضوابط أو ما الضوابط للعمل بالأنظمة هناك ضوابط شرعية لابد من راعتها في اعتماد التنظيمات التي يعدها بعض من يهتمون بهذا الجانب والتي تسهل أمور الناس كالنظام المرور نظام التقاضي نظام العمل إلى غير ذلك من الأنظمة يشترط فيها أن تكون محققة للمقصود الذي من أجله وضعت يعني الهدف الذي من أجله وضعت أن تحققه أن لا تخالف قاعدة من القواعد الشرعية ومقصد من مقصد الشريعة أن لا تخالف دليل من أدلة الشرع التفصيلية التي جاءت وهي قطعية ثبوت الدلالة لا تخالفها أن لا يترتب عليها مفسدة أكبر من المصلحة التي تحققها لأن عندنا قاعدة المصالح والمفاسد فإذا كانت ترتب على هذا النظام مفسدة أكبر من المصلحة التي يحققها فإنه يكون باطلا ويرد إذن هذه الظوابط الأربعة التي من خلالها يمكن أن يعمل بالأنظمة في المجالات المتعددة هذا والله أعلم وأحكم